أم أحمد من دبي بارك الله فيها تسأل عن الصيام في رجب تقول أهلنا إذا جاء رجب يصومون من اليوم الأول إلى الرابع وبعدين يصومون ليلة يوم الإسراء والمعراج تقول ما حكم ذلك أم أحمد بارك الله فيك بالنسبة للعبادات هذه توقيفية ما معنى توقيفية يعني لا بد من الرجوع إلى كتاب الله اللي هو القرآن وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا الله باتباعه وأن العبادة ما تقبل إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه الله كان المشركون لديهم طقوس وعبادات في شهر رجب ولذلك أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام فشهر رجب ليس فيه عبادة لها فضيلة خصه مثلا لا صيام ولا صلاة ولا عمرة ولا شيء من هذا القبيل ولا شيء من هذا القبيل ولذلك أهل العلم من أئمة الإسلام أنكروا هذه البدع منها ما ذكرتي الصيام من أول رجب إلى اليوم الرابع هذه بدعة ومحدثة ومخالفة الأمر الثاني ما يتعلق بالصيام الإسراء والمعراج بدعة ومخالفة لا يجوز صوم هذا اليوم ولا قيام ليلته الأمر الثالث العمر في رجب ليس لها فضيلة وإن كان بعض الصحابة ذهب معتمرا في رجب فهذا اتفاق حصل اتفاق في جهر رجب ما تقصد ذلك ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذا سمع برجل يصوم في رجب قال هؤلاء المترجبين ويضربهم ثم يضع أيديهم في الطعام يأمرهم بالأكل لماذا حتى لا يشابه المشركين في الطقوس وفي عباداتهم التي يعتقدون أن لشهر رجب فضيلة إلا إنسان له عادة شخص الآن يصوم الاثنين والخميس ومر عليه رجب يصوم الاثنين والخميس ما في مشكلة شخص يصوم الأيام البيض كل شهر جاء رجب يصوم الأيام البيض لكن شخص ما يصوم أبداً ما يصوم لما جاء شهر رجب قال له بصوم الأيام البيض قلنا له لا لماذا لأنه صار تخصيص لشهر رجب شخص ما يصوم الاثنين والخميس لما دخل رجب قال بصوم الاثنين والخميس قلنا له لا ما تصوم لماذا لأنه ما لك عادة أنت الآن قصدت تخصيص رجب بهذا الصيام ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم بالنسبة للاتباع يجب أن يكون على وفقها دي النبي عليه الصلاة والسلام القائل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد